اشتركوا في القناة بالاصبع الثاني هذا الوتر الرابع لا الاصبع الثاني وعلى علامة سي بالاصبع الرابع اذا وترنوى صول قراره وعلامة صول لا لا على الوتر الثاني من القرار ولا على الوتر الرابع نعفق في الاصبع الثاني الاصبع الثاني هنا مطلق ابدأ في التمرين التمرين الاول لا 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 طبعا في بناتهم السكوت لا 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 نين مين أس أس مي فا صول العفوان التمرين السطر الثاني التمرين للسطر الثاني مي فا مي فا صل فا صل لا صول لا سي لا سي دو سي دو ري دو ري مي فا صل لا سي أعيد هذا التمرين من الأول التمرين الثاني من الأول مي اس فا اس سول اس لا اس سي اس دو اس غي اس مي 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 اس م مي فا مي فا ظل فا ظل لا ظل لا سي لا سي دو سي دو ري دو غي مي فظل أسي انتهى التمرين الثاني التمرين الثالث في هذا التمرين اختصارات في الكتابة فإشارة خط مائل هو لاعادة نصف ميزور وإشارة خط مائل عليه نقطتين كما هو في الشكل المرسوم في الكتاب هذا الخط يشير لاعادة ميزورة كاملة وإشارة خطين مائلين لإعادة ميزورين وإشارة خطين عموديين أو بالعكس تسمى مرجع للإعادة أي إعادة التمرين من الأول أو من الإشارة المماثلة سنجد في هذا التمرين التمرين الثالث أبدأ في التمرين موسيقى موسيقى ري مي ري مي دو دو مي با سول با مي ري دو مي با سول با مي ري دو موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر اصطلاح السينيو لإعادة من الإشارة المماثلة وإشارة داكابو اختصارة دي كي سي يعني لإعادة القطعة من بدايتها أبدأ في التمرين الرابع يجب الانتباه إلى الإعادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعيد من السينيو لا زي دو ري مي ري مي فا سول ري مي فا سول مي فا سول ري مي فا سول داكابو أي من الأول خالص مثل ما دقيت تماما أعيد داكابو بس بأسرع من الأول ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر